دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الروسية إلى التحقيق في غارتين جويتين على الأقل استهدفتا قرية الغنط وبلدة تير معل شمال حمص وقالت إنهما انتهكتا قوانين الحرب وأدت الغارتان اللتان وقعتا في الخامس عشر من الشهر الجاري إلى مقتل تسعة وخمسين مدنيا بينهم ثلاثة وثلاثون طفلا واثنتا عشرة امرأة إضافة إلى مقتل قائد ميداني ينتمي إلى الجيش الحر وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الجروح والحروق الشديدة على أجساد الضحايا تشير إلى احتمال استخدام قنابل الوقود الغازي المعروفة باسم القنابل الفراغية